لأخبارنا عايز بس يعني ارتباطا بالكلام اللي كنت بقوله في مقدمة الحلقة عايز اخلي حضرتك عشان ما اشغلكش ودوشك بمقارنات ومواقف نرجع بيها بالذاكر لورا وحسابات معقدة هي نقطة بسيطة جدا تلخص لك القصة وكل ما فيها ممكن نعرض بس جدول قبل من روح بالتفاصيل أخبار نعرض لأستاذ المشاهدين جدول الترتيب في الدوري ملاحظة صغيرة كده هتلخص لحضرتك القصة والحكاية طبعا الاهلي بعد ملاعب ثلاث مطشوات من المباريات المؤجلة عندنا دلوقتي الاهلي يوصل ل 18 مباراة تمام وهو أقل فرق الدولي لعبا للمباريات 18 مباراة احتل بيهم المركز التاني ورا بيرامدز سيبك من قصة بيرامدز هجلها بعدك مقدور عليها يعني لكن أنا عايزك تسأل سؤال قارن كده بين النادي الاهلي اللي تقال يعني اولا انا سمعته في وسائل اعلام انه الزمالك مش عايز يلعب مع النادي الاهلي إلا ما المنافسين مش عارف مين المنافسين هو الزمالك مركز كام يعني حد يقول ليه الزمالك مركز تاسع المنافسين بتوعه مين مفترض انه هم يكونوا ايه الاتحاد ومبي وفوتشر مثلا دول فرق اللي هو عايز يعديهم فهو بيقول لما المنافسين يلعبوا المباريات المؤجلة الاهلي لعب 18 مباراة والزمالك لعب 20 مباراة اسأل بقى نفسك السؤال ده وحاولت ايه تلاقي اجابة عليه لزمالك لعب مطشين بس زيادة عن النادي الاهلي علما بقى الاهلي شارك سافر رحلة سافر زهاب وقياب ولعب ثلاث مطشاط في بطولة كاس العامل الانداي وسافر مرة تانية ولعب كاس النغبة اللي هو السوبر المصري وسافر مرتين ثلاثة تانيين لعب في بطولة الدوري الافريقي اللي هو السوبر ليج وسافر في اول المسم كمان لعب مباراة السوبر الافريقي يعني عدد سفرات الاهلي وعدد مباراة الاهلي اللي خدها بعيدا عن دوري الابطال انا هحسب دوري الابطال بتاع الاهلي قدام الكنفيدرالي بتاعت الزمالك يعني هما ارتباطاتهم رغم ان الزمالك ما سافرش يعني الزمالك لعب تقريبا كل مطشطه هنا جوا مصر كان معاه فيوتشر في المجموعات واعتقد كان معهم فريق ليبي كان بلعب يعني المطشين رايح جاي بتلعبه هنا في القاهرة فبالتالي ما كانش فيه حجم سفر وارتباطات سفر ومش فاكر فيه مطشين لواحد من الفرق اللي عنده ملعبه مثلا مش مطابق المواصفات حاجة كده يعني اتلاعبوا المطشين هنا في القاهرة بالاضافة لفيوتشر اللي كان بيتلعب رايح جاي في القاهرة فحجم ارتباطاته بسفريات في الخارج ما كانش زي الأهلي اللي سافر غانا وسافر الجزائر وسافر تنزانيا وسافر الكونغو وسافر تونس يعني كل مطشاط الأهلي الخارجية تلعبت في بلاد موراق الأفية لزي ما بيقول فسيبك بس سيبك من الحزبة دي الدوري الأبطال قدام الكونفيدرالية خلاص اتعطلنا زي بعض طيب والكاس برضو كاس مصر وصلنا لعبنا النهائي مع بعض طيب الأهلي لعب في ثلاث بطولات حوالي مثلا عشر مباريات زيادة عن نادي الزمالك كلهم برا مصر يعني السوبر مبارتين خارج مصر الدوري الأفريقي أربعة مطشاط وكاس العالم ثلاث مطشاط فانت بتتكلم عن ثلاث بطولات فيهم سبع ثمان مطشاط ثم أو تسع مطشاط كان فين الزمالك من الوقت ده كله يعني الزمالك كان بيعمل ايه في الوقت ده كله ازاي في النهاية يبقى الأهلي والزمالك تقريبا نفس عدد المباريات او فرق المبارياتين الزمالك لعب مطشين بس زيادة عن نادي الأهلي في الوقت ده كان الزمالك بيعمل ايه وكل أنديت الدوري لعبة أقل نادي فيها لعب 24 مباراة يعني كل الجدول 24 25 26 أين كان نادي الزمالك المصري وموقعه ايه من لجنة المسابقات ده الجدول حضراتكم مفيش نادي لعب أقل من 24 شايف الجدول ده الجدول الدوري مفيش نادي لعب أقل من 24 مباراة طب الأهلي عنده الأسباب المنطقية لتخليه لعب 18 طب وزمالك ده سؤال بس مش هكلمك بقى في ترتيب المؤجلات عامل ازاي وترتيب المؤجلات عشان مش هندخل في النواي ومش هتبنى نظرية المؤامرة يعني أنا ما بحبش هتبنى نظرية المؤامرة ودايما بقول يعني أنا دايما بس القدف فرقتي لما بجلعب بسم الله الرحمن الرحيم أنا بقول أنا بلعب ضد الأندية المنافسة وبلعب ضد التحكيم وبلعب ضد ملعب المباراة أرضية الملعب والإضاءة وبلعب ضد الجمهور وبالعب ضد لجنة المسابقات وبالعب ضد لجنة وبالعب ضد الكل هو اللي بيدور على البطولة ما بيفرقش معاه هل الأهلي مش كان أولى به أنه يعترض؟ أو مثلاً مثلاً مباراة الدور الأول اللي كانت تتلعب في شهر عشر أو شهر عدو عشر ليه تلعبت بعد بعد المركاتو يعني بعد سوق الانتقالات الشتوية يعني مش كان ممكن برضو هنا الأهلي يعترض؟ فهي في أسئلة بتير جد لكن المشكلة بقى أنه الأهلي يعتبر أكتر الأندية معاناة مع مواسم أنت بتتكلم على أربع خمس مواسم الفريق فيها ماشي زال قطر ما فيش فريق في العالم بيعمل النادي الأهلي بيعمله كل سنة يوصل لمحطة النهاية في دور الأبطال يعني بياخد البطولة من أولها لأخيرها لا بيودع بدري بدري ولا بيطلع من دور المجموعات ويرايح بقيت يتفرج على البطولة من منازلهم كل سنة مسافر في البلد شكل بيلعب بطولة كاس عالم كل سنة بيلعب سوبر إفريقي كل سنة بيلعب سوبر مصري كل سنة بتكلم في أربع خمس مواسم لعيبة لا تمل ولا تكل ومحدش بيتكلم ولا بيطلع له صوت فالحقيقة يعني خلينا بقى مبطل الأزمة اللي ملهاش الأزمة يعني أرجو بس من الناس إنها تكون رحمة بجماهيرها مش بقية حد تاني على كل الأحوال تعالوا نشوف أخبار النادي الأهلي ونشوف معنا إيه النهاردة في الأهلي نيوز روم شكرا